بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا الحديث استوقفني طويلاً حقيقة هناك أحاديث قالها النبي وكأنه يعيش بيننا اليوم لا تقوم الساعة حتى هذا التعبير نبوي فريد من نوهي أيها الأحبة لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن انظروا إلى هذا العصر الذي نعيشه اليوم كل واحد منا يعاني من فتن عديدة يعني أنت اليوم إذا أردت أن تكون صادقاً تتعرض للفتن إذا أردت أن تدعو إلى الله بحق يمكن أن تتعرض إلى الفتن في عملك قد تتعرض للرشوة أو أكل الربا أو غير ذلك مع جيرانك قد تتعرض لأذى وفتنة حتى مع أولادك هناك فتنة قد يفتنك هذا الولد ويطغيك بل قد يكون ولداً عقاً فيسبب لك مشاكل صحية ومشاكل نفسية العصر الذي نعيشه الآن عصر الفتن انظروا أيها الأحبة الفتن تحاك ضد المسلمين هل تعلمون ذلك؟ الماسونية العالمية وأنا طبعاً لا أحب أن أتكلم في شيء غير علمي أو شيء غير ملموس ولكن نحن نعلم اليوم أن هناك مجموعات يقودها الشيطان طبعاً تخطط لتشويه صورة الإسلام انظروا إلى الملحدين الذين يضخون معلومات ليلاً نهاراً وبمساعدة الكثير من أصحاب الضلال وأصحاب الهوى ينفقون الأموال ليلاً نهاراً ليضلوا عن سبيل الله ويشوهوا صورة الإسلام ولكن سبحان الله دائماً تأتي النتائج عكسية فنجد الإسلام ينتشر بسرعة أكبر وبشكل أكثر الفتن التي تحدث اليوم في العالم الإسلامي أنظروا إلى الحروب من الذي أشعلها تأملوا هذه الحروب في بعض مناطق العالم الإسلامي كيف اشتعلت وماذا أنتجت وكيف حدث هذا التشرد لملايين البشر من المسلمين هذه هي الفتن طيب سؤال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعلم بأن هذه الفتن ستظهر وكلمة تظهر يعني تعم تنتشر يمكن لأي إنسان أن يلاحظها اليوم لدينا 2 مليار مسلم معظمهم يعيش في حالة فتنة إما بلده تعرضت لحرب أو يعيش في الغرب ويتعرض لضغوط ضد المسلمين تمارس ضد الحجاب ضد الإسلام أولاده يتعرضون لضغوط معلوماتية موقع مثل يوتيوب يضخ معلومات تشوي صورة الإسلام بهدف إبعاد الشباب عن الحق وعن طريق الله سبحانه وتعالى إذن هذا حديث يعتبر من أحاديث الإعجاز الغيبي الذي نطق به حبيبكم عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرما فإذا علمتم ذلك فاعلموا أنها أوائل الساعة أنها مقدمات ليوم القيامة ينبغي أن نحذر لماذا النبي يحذرنا لماذا يقول لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ليحذرنا انتبهوا هناك يوم قريب سيأتي هذا اليوم وبالتالي هذه علامات ذلك اليوم يعني مثل زلزال الزلزال قبل أن يحدث هناك إشارات يعرفها العلماء بعض الاهتزازات التي تحدث تلتقطها مقاييس الزلازل بعض الظواهر نجد الضفاضع تهرب الفيلة تهرب لأنها تسمع صوت الزلزال قبل وقوعي الترددات المنخفضة الصادرة عن الأرض تسمعها هذه الحيوانات هذه علامات يستدل بها العلماء على حدوث الزلزال طيب كيف نستدل على أن يوم القيامة أصبح قريبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن تظهر تعم وتنتشر ويعيشها كل مسلم بالفعل اليوم كل مسلم يعيش في هذه الفتنة إما داخل بلده أو خارج هذا البلد يعيشها في الإعلام يعني أنت عندما تقلب القنوات الفضائية تجد مثلا آلاف القنوات الفضائية تضخ معلومات كاذبة تضخ المسلسلات واللهو عن ذكر الله البرامج التي تشغلك عن ذكر الله مسلسلات الرعب والأحداث والدراما وكذا كلها تشوش الدماغ وتحدث فتنة لك في بيتك يعني حالات الطلاق رصد أحد أسباب حالات الطلاق هي مشاهدة الأفلام الإباحية والرومانسية أحد أسباب أو الأسباب الرئيسية للطلاق اليوم في العالم كله ليس في العالم الإسلامي بل في العالم كله إذن ظهور هذه الفتن أيها الأحبة هو مؤشر لاقتراب الساعة وبما أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بنا يريد لنا الخير فلابد أن نتبع كلامه ونحذر هذه الفتن أولا ونحذر الساعة فنسارع لطاعة الله سبحانه وتعالى وأداء ما علينا من الأمانة من الديون إذا أسأنا بحق أحد نسارع للتوبة إلى الله وإصلاح ما أفسدناه إذا أكلنا مال أحد نسارع لتسديد هذه الأموال إذا أسأنا لأحد نسارع للاعتذار منه وهكذا أيها الأحد نسارع لصلة الرحيم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن والله يا أيها الأحبة إن هذا الحديث لا يدل على أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين وصدق الله عندما قال في حق هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر